نصلى عنا ببقى ونبدأ بسم الله بيقولك يا سيدي قبل سبع شهور اتبعت خطة لمكافحة شح الموارد على اسبانيا وعلى الدول القريبة منها وده لان كان عدد الناس كتير وما كانوش هادرين يأكلوهم ولا يشربوهم في الاول خلصوا على كل الناس المسنين وبعدها خلصوا على الحوامل والناس اضطرت يعني نسيب البلد وتخلع وطبعا ما كانش في حال غير انهم يهربوا بطرق غير شرعية وبيدفعوا كل اللي وراهم واللي قدامهم عشان يسافروا ايرلندا وده يا عزيزي لانها البلد الوحيدة اللي عرضت تطبيق الخطة دي دي بقى بطلت في الميناء واسمها مية وجوزها واسمه نيك المهم بيركابوا الحوية اللي هتصفرهم وجوزها بيطمنها ان الدنيا تبقى تمام واشتة صباح الفل وبيقولها الاسنيكر دي هنأكلها لما نوص عشان اعتفل يعني وبعد شوية وعف فيهم بيعمل لمؤخذة خرم في الحوية عشان كروا سمعين اصوات غريبة والعربية بتوقف وبتبص على البنت الصغارة اللي قدامهم وبتقوله تفتكر ماء وعيشة قال لها لأ قالت لفرد كانت عيشة طيب واحنا لسبناها نيكة اللاها انها ماتت وان الغلطة مش غلططة وماو دي عزيزي كانت بنتهم بس للاسف اتلوها وفاجأ بيسمعوا صوت خبط في الحاوية ولك بيقرب على الباب والباب بيتفتح وبيلاهوا ناس كتير داخلة بتجري على جوه واصحاب الحاويات بيدربوا نار في الهوى وزععوا فيهم وقالوا لهم ان فيها عربية تانية هيركابوا فيها وبتحصل خلطة بيتها بالسلسق وناس الجديدة بقى دخلت على الناس القديمة والدنيا سحت وبيض بزرميت باللانشون واصحاب الحاويات بيطلعوا بينزلوهم واخدوا معهم نيك نيكة قال له يا باشا انا كنت جوه مع مراتي المعلم ما بيكتناش يا باشا بوس ارعتك مراتي انا مفيش منه ضربوه اخدوه وفرعوا ما بينه مية بصت عليه وبسرعة طلعت التليفون واتصلت عليه بس بيطمنها انهم هيتقابلوا على السفينة ومية بتعرف ان رقم الحاوية اللي نيكة فيها مية وسبعة المهم بعد شوية بيوصلوا في مكان تاني وكان كله ضرب نار والناس يعيني كانوا متهانين على الاخر وكمان كانوا بياخدوا عيالهم والوضع كان صعب جدا الصراحة وشوية تانيين وبيوصلوا المكان تفتيش والزابط بيطلب من السواه انه يفتح الحاوية والناس اللي جوها كانت سامع الكلام اللي داير برا وكلهم كانوا بيحاولوا ما يطلعوش اي اصوات لحد ما يعدوا لكن للأسف الزابط بيصمم يفتح الحاوية ومية بتشوف من الفتحة حاوية نيكة والزابط بيفتح الحاوية بس ما بيلايش فيها اخر سنة دي وبيطلع يبص جواها وكان متأكد ان في ناس فبينزل وبيطلع واحد يوقف اخر الحاوية وهو بينزل يوقف من برا وبيقول اللي جوه يضرب نار وبيفهم ان دي مش اخر الحاوية وانهم عاملين فاصل عشان يستخبوا وبيطلعوا بيقول لهم يطلعوا ويتطمنوا انهم هيبقوا في امان وقتها مية خافت وده لان نيكة كان مأكد عليها ما تصكش في اي حد وبتطلع فوق سندوق تستخبه والناس بتفتح الحاجز ومية بتقول للبنت التانية تطلع بسرعة جنبها لكن بتتفاجئ ان الزابط غدر بيهم وولاد الورما ما سابوش حد فيهم وما سابوش ولا حد عايش وكمان شالوهم ومسحوا مكانهم والصراحة حاجة صعبة جدا وبعد ما نزله بعتت بسرعة فويس لي نيك وقالت له يستخبه وهيا كانت مصدومة وفضلت تعيق لحد ما حست بحركة وعرفت انها وصلت على السفينة وبتتسل على نيكة عشان تطمن عليه بس بتلاقي تليفونه مقفول ومن هنا يا عزيزي بتبدأ اصعب ايام حياتها الاول فتحت الشنط اللي كانت مع الناس وكان فيها حاجات كتير تنفعها ولما جي الليل سحيت على خبط ورازة وكان فيها عاصفة برة جديدة جدا جدا وما كانوش مسبتين الحويات على السفينة وفضلت تخبط وتندع الرجال اللي برة بس للأسف العاصفة كانت شديدة جدا والحويات بتقع وبتيري الناحية التانية وبيغم عليها ولما فائت بتلاقي الحوية دخلها مية وبتعرف كده ان الحوية على سطح البحر فبتطلع التليفون عشان تكلم نيك بس بتلاقي من الداشمل والشاشة والتاتش كانوا في داهية فطلع التليفون من شنطة كانت جنبها بس ما كانتش عارفة الباسورد وبتقوم تفتح السندية اللي في الحوية وبتلاقي واحد فيه علب بلاستيك والتاني كان فيه دوم فبتاخد منهم بتغير دومها والسندويل اللي بعده كان فيه تلفزيونيات وبتفضل تلم كل الحاجات اللي هتنفعها في شنطة وكمان بتاخد اللازق وبتلزق الفتحات اللي في الحوية وده طبعا عشان تمنع دخول المية لجوها الحوية وبعد شوية بتسمع صوت سريخ ولما بتبص بتشوف الحوية اللي نيك كان فيها وهي بتغرق وبسرعة بتطلع الخط من تليفونها وبتنقله تليفون تاني بس للاسف ما كانش بيرد وانهارت لما شافت الحوية وهي بتنزل في المية وقعدت وكتعملت التسل على نيك لحد ما بتلاقي تليفون نيك تقفل وهنا يا عزيزي عرفت انه كده مات وفكرت بعدها تخلص من حياتها وتروح له لكن في الوقت ده بيتحرك في بطنها وكان باله فترة ما بتحركش وفهمت انه دقي شهرة عشان ما تعملش حاجة في نفسها وبعد شوية بتسمع صوت وبتلاقي المية بتزيد وكانت خلاص بتغرق لكن فجأة بتصحى من النوم والهانم كانت بتحلم يا بنتي واحنا ناصينا اللي خرب بيتي ولما قامت شافت ان اللازق تفك والمية شغالة تدخل فبتجلع فكرة انها تلم الجلد من العلة بالبلاستيك وتسد بيه الفتح وكمان فكرت في فكرة زكية جدا وبتاخد خرطون من كرتونة تانية وبتطلعه من الفتحة عشان تطلع المية برا وبتلزه اللازق وبتكتب عليها لحد الاقصى عشان يعني تبقى اخدى بالها من مستوى المية وبعد شوية بتلاقي التليفون بيرن وكان رقم مجهول وبيطلع عنك وبيقولها انه عايش وان التليفونه فصل شهر وبيعرفها ان السواد حك عليهم واني سابهم برا المدينة وانه هياخد وقت عبال ما يوصل لها قالت له توصل فين يا منيل انا في حاوية الواحدة وفي نص البعض وحكيت له على كل اللي حصل فبيطمنها وبيقولها انه هيتصرف وهينكزها نسيبه بقى عشان هو خلع من الفيلم وخلينا بقى مع الست العمال اللي جالها الطلق وبالليل بتحصل عصيفة قوية وفجأة بتتعب وبتدخل تقعد في صندوق عشان كانت بتولد ولما اتصل نيك التليفون ويع منها في المية وكمان بتلاقي الجلد اللي كانت سدى بيه الفتحات واقع والحاوية كانت بتتملي فبتضطر تنزل ويا في عزة عبا وبتحاول تقفل في فتحات تاني وفجأة يا عزيزي بتولد بس البنت ما كانتش بتعيط وفضلت تحاول معها مرة واثنين لحد ما عياطت واخدتها ودخلت بها جوه الصندوق والبنت كانت عملة تعيط وما كانتش عارفة تردعها وبعد شوية تاني الخلاص بينزل وبتشيله في العلبة والحد اليوم التالت بنتها ما كانتش عايزة تزكت وكانت بتقطع من الهدوم اللي موجودة وتعمل منها حفظات وكانت بتحاول معها بكل الطرق عشان تسكتها لكن للأسف الأم كانت ضعيفة جدا وما كانش لسه فيه لبن لبنتها وبتجالها فكرة انها هتعمل فتحات كتير في السقف عشان تفتاحه بس بنتها ما كانتش مبطلة زن وده يا عزيزة تعب أعصاب مية أكتر وأكتر وما كانتش عارفة تعمل ايه وفقدت أعصابها وفضلت تزعب في بنتها لكن بعدها بتهدى وبتحضنها وبتتأسف لها وتاني يوم أخيرا بتشوف اللبن وبتأكد بنتها بسرعة وبتردعها ومية بتقعد وبتأكل أخر أخلي كان موجود في الحاوية وتاني يوم بتقوم تكمل الفتحات في السقف بس الشنير بيفصل ثم ما بتعرفش تكمل وبتقعد وهي حاسة بالياس وبعدها بتنقل تاني الخط وبترجعه لتليفونها بس برضو الططش ما كانش شغال وبتنهار وبتفقد أعصابها وبتفضل ترمي كل حاجة قدامها لحد ما شافت السكينة دي وبتأخدها وبتحاول تفتع بها السقف بس كانت بنتها بتعيط ودرجة حراتها كانت عالية جدا فبتنزل وبتغسل لها جسمها بالمية وبالليل كانت جعانة وما كانش فيه أي أكل من باقي فاضطرت يا عزيزة أمه تاكل أي حاجة بها بدن ما تموتها وبنتها وبعدها بتسمع صوت خط ولما بتشوف الحكاية بتشوف الحوت وهو بيخبط في الحاوية وبنتها كان عادة بتعيط وبتأخدها وبتفضل تضرب بالخشب عشان تمشي الحوت وده لعينها كانت خايفة أنه يقلب الحاوية ويغرقها وبيعد ست أيام وهي بتحاول تفتح السقف لحد ما السلحة قصر وهي كانت جابت أخرها على الآخر وحرفيا يا عزيزي اتعذبت حتى المية خلصت منها ده غير عياط بنتها وبتدت الهلوسة وبتشوف بنتها ماو وبتلومها أنها سابتهم يخدوها وبتفضل تعيط وبتعتزل لها وبتقول لها أنها غلطتها لحد ما بيجي نك وبيغطيها وبيقول لها أنه مش زنبها وبعدها بتفوق من الهلوسة بتاعتها وبتلاقي الدنيا بتمطر وبتقوم وبتحط العيلة بالبلاستيك عشان تملاهم وبعدها بتفك حزام من اللي مربوط في الصندوق وبتطلعوا من الجنب اللي في الفتحات اللي عملتها في السقف وبكل قوتها بتشد الحزام لحد ما أخيرا بتقدر تشدها وبتاخد بنتها وبتطلع تتشمز شوية وبتغيل لها الحفاظة وبترميها في المية ووقتها بتلاقي السمك اتلمى عليها حاول التصطاد منه عشان تاكل بس ما كانتش عارفها تصطاده شوية وبتشوف طيارة وبتنزل بسرعة قسر التلفزيون وبتاخد حتة من الشاشة بس وهي طلع بتنجرع في رجلها جرح كبير بس برضو بتكمل وبتطلع تعكس الدوع عشان تلفت الانتباه وبرضو يا عزيزي ما كانش فيه فايدة وخلاص كانت بتفقد الأمل لكن بالرغم كل المرمطة دي كانت ستة قوية الصراحة وبتنزل وبتفك السلك اللي في التلفزيون وبتخيب بجرحها وبعدها بتعمل شبكة عشان تقدر تصطاد بيها وفعلا الفكرة بتنجع وبتقدر تاكل بعد أيام كتير عذاب وبيعد عليها 12 يوم والوضع زي ما هو وبالليل ما كرتش لها يا حاجة تعملها فبتوقع تكلم في بنتها وبتقول لها شايفة الغزالة اللي في الصورة دي تبقى أمك أصلا قبل المرمطة دي كنتم درسة وده أبوكي وكان عنده سوبر ماركت كبير بس اضطرنا نقفله لما البضاعة خلصت وما بيناش عارفين نشتري بضاعة تاني ودي ستة كنوة وانا هسميكي على اسمها عشان معنى الاسم الحياة المديدة أما دي بقى تبقى ماو أختك اللي انت طالعة شباها وبتحكي اني لما اطبقت الخطة في البلد استخبت هي وماو عشان كانت حامل وتحبسوا أيام كتير وما كانوش عارفين يخرجوا من البيت وماو زائت واتحيلت على ماها تخرج شوية وتلعب بالطيارة ومية كانت عايزة تردي بنتها لانهم محبوسين وما بيخرجوش بقى لهم فترة طويلة لكن للأسف كان نصبها انها تطلع وتتشاف واخدوها وقتلوها وبنتها بتتعب وكان الجو برد جدا وبتقوم مية وبتولع وماشة وبتحطها في المجده وبتدفى هي وبنتها والمية كانت بتزيد في الحاوية يوم بعد يوم ونكة اخيرا بيكلمها فتلت تحاول كذا مرة مع الطتش لحد ما قدرت تفتح وبيتطمن عليها وبيقولها ان هو مش هيدر ينكزها ولازم تشوف حل الوحدها وده لانه الدرب طلقه وهو بيارب وانه هو دلوقتي بينزف كتير ومش عارف هيعيش ولا لا وبيعتزل لها وبيقولها انه حاول بكل الطرق عشان يوصل لها فبيتقوله انها ولدة وان بنتهم شبهه وشبه ماهو وانها سمتها الاسم اللي كان عايزه وبتقرب التليفون من بنتها ونكة بيفضل يكلم معاها لحد ما التليفون فصل شحن وبيعد عليها 26 يوم وما حد شافها ولا حتى اي يكلب عدة من جنبها والمية زادت في الحاوية وما كانش ينفع انها تعيش فيها تاني وعشان كده جبت التليفزيون وربطت فيه علب بلاستيك كتير وعملت لبنتها صندوق هزاز كده وفيه لعب وشوية وشافت طائر النورس وعرفت كده انها اخيرا قربت من اي جزيرة وبالليل بتنزل عشان تاخد صورة بنتها الكبيرة بس المية كانت مالة الحاوية وكمان شافت الاسنيكر بتاع الجزها وكررت تنزل تجيبها بس رجليها بتتعلق في الحباب وبنتها كانت على سطح الحاوية والعاصفة قامت يا ست انت عملت ايه في حياتك وبنتها بتنزل المية وهي بتفزل تعافل لحد ما قطعت الحبل وطلعت وطبعا ما بتلاقيش بنتها وكمان بتشوف الحوت وهو ماشي من تحتها وبيعدي وبيروح لبنتها وكمان بيروش عليها مية وطبعا خليها تعيط واماها كده بتقدر تسمع صوتها وبتروح على الصوت وبيبضلوا طول الليل في المية والصبح بترمي بوايا السمك اللي كانت شايلها عشان يعني الطيور تتلم عليها وحد يشوفها بس ما كانتش قادرة تكمل وبتقول لبنتها انها عملت كل اللي قدرت تعمله وبيغم عليها في الوقت ده تلمت الطيور على بوايا السمك وكان في مركب عليه راجل ومراته ابنهم وشافوا الطيور وراحوا بسرعة يشوفوا ملمومين على ايه وبيشوفوا الطفلة وهي لوحدها وبيطلعوها والست بتسحب الحبل اللي مربوط فيها وبيشوفوا مية وبيطلعوها بسرعة وقعدوا يحاولوا يفوقوها لكن للأسف ما كانش فيه فائدة لكن الست كانت مصممة وفضل التحول كذا مرة لحد ما اخيرا فائد وقامت وجابولها بنتها بس ما كانتش فاهمة لغتهم وده يا عزيزي بيفاهمك انها كده وصلت ببلد تانية خالص وبتفضل تعايت من الفرح وبيخلص الفيلم على كده ما تنساش بقى يا عزيزي اللايك وتقول لنا رايك في كومنت اشوفكم الفيلم الجاك